ماذا يدور في دماغ الإنسان؟ هذا السؤال الذي يؤرق الكثيرين بسبب تعقيداته باتت الإجابة عنه ممكنة بفضل معرض في مدينة العلوم بباريس معرض يدعو زائره إلى اختبار ما يجول في أدمغتهم بأنفسهم حيث يتجل الدماغ بجماليته والتركيبة المذهلة للجزئيات والخلايا ومواضع تخزين الذكريات بداخله إنه بحسب القيمين العلميين على المعرض أكثر الأمور تعقيدا في الكون الدماغ أساس شخصيتنا هو عضو فريد أردنا إظهار جماله وكل ما يدور من يوميتنا بفضل الدماغ السؤال الثاني الذي يثيره المعرض يتعلق باستمرار عمل الدماغ دون توقف حتى عندما يكون المرء نائما يقوم الدماغ بحسب المنظمين بوضع أسس بنيوية للعالم وتكوين النواية وإسقاطها على العالم الخارجي كذلك يعد الدماغ خبيرا إحصائيا من الطراز الرفيع إذ أنه يستقرئ النظمة التي يسير على أساسها العالم الخارجي لتوقع ما يمكن أن يحصل أو استباقه معلومات أذهلت الزوارة وأدخلتهم في دوامة من التفكير العميق إنها مبادرة علمية ومهمة لأطفال الذين بدأوا يسألون العديد من الأسئلة حول المعرض وحرك حسهم العلمي إنه معرض مهم جدا تعرفت اليوم على العديد من أجزاء الدماغ نملك جميعا نفس تركيبة الدماغ مهما اختلف لوننا وجنسنا وأخيرا يفرد المعرض مساحة كبيرة لما يعرف بالدماغ الاجتماعي وهذا يظهر الطريقة التي يقدم فيها الدماغ أفكار الآخرين حيث تتشكل القدرة على فهم نوايا الآخر وتحليلها بشكل صحيح وهذا ما يعد مدماكا أساسيا للحياة الاجتماعية هذا هو الجزء الذي يتحكم بكل تصرفاتنا وردود أفعالنا وأفكارنا وإدراكنا وشعورنا هذا هو المخ كل المخلوقات من الفيلة حتى الددان تملك أدمغة لكن البشر يتفردون بدماغ أكثر تعقيدا وتطورا يعتلي الجسد ويحتمي بجمجمات صلبة محمد الحجي العربي باريس ترجمة نانسي قنقر